بين المتغيرات الكثيرة التي تعصف بالمشهد السياسي في العراق ثم تثابت واحد طرق الشوارع في تشرين الأول 2019 ولازال هو الثورة مستمرة دماء شهداء التظاهرات وقودوا الثورة منذ يومها الأول وعاملوا بقائها نظرا لشراسة آلة قمع السلطة وميليشياتها التي امتهنت قتل الناشطين ولم يكن إيها بالوزن آخر الضحايا الوزن الذي اغتيل في كربلاء وتوعدت الحكومة كعادتها بكشف قاتليه بثت دماؤه روح الثورة مجددا إذ حدد المتظاهرون في المحافظات الجنوبية مهلة أربعين يوما للكشف عن الجهات التي تقف وراء اغتياله وإلا سيتم التحشيد لتظاهرات واسعة ولا تزال أسرة الوزن لا سيما والدته التي تتصدر ظهور على وسائل الإعلام تتهم القياد في ميليشيا الحشد قاسم مصلح بالوقوف وراء قتل ابنها وعرضت مكالمة هاتفية لإيها بالوزن قبيل وفاته متحدثا فيها عن تلقيه تهديدات من مصلح الذي اعتقل أواخر أيار الماضي بتهم عدة منها اغتيال ناشطين قبل أن يطلق سراحه بعد أيام قليلة بسبب عدم كفاية الأدلة كما تحدث القضاء ناشطون في التظاهرات أكدوا أن الحكومة لن تقدم على كشف القتلة خصوصا أنهم أقوى منها وسبق أن اقتحموا المنطقة الخضراء في بغداد عقب اعتقال قاسم مصلح هذا فضلا عن نفوذ الميليشيات التي بنظرهم أقوى من الدولة مشيرين إلى أن الدعوة للاعتصام من قبل والدة الشهيد الوزني ستدفع ناشطي كربلاء إلى مساندتها والعودة مجددا إلى الحراق الشعبي والتصعيد بالتنسيق مع باقي المحافظات ذو الوزني لم يقيموا مجلس عزائل له قبل كشف قتلته الذين يتجولون في المدينة ويقتلون بدم بارد بحسب قولهم غضب المتظاهرين في بغداد والمحافظات يتصاعد بسبب استمرار حكومة مصطفى الكاظمي في تخدير الناشطين والمتظاهرين عبر وعود الكشف عن قتلتهم التي لا تتحقق وأسلوبها مع التظاهرات عندما تحاصل القوات الأمنية الأحياء السكنية القريبة من ساحة التحرير لمنع وصول المتظاهرين إلى أماكن التظاهر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة